سنة 2021 سنة كثير ما تميزت بالانتعاش الطفيف على القطاع الثقافي والفني لتكون هذه السنة بداية العودة التدريجية للنشاطات على أرض الواقع ولعل أبرسها يكمن في تنظيم مهرجانة وطنية ودولية منها مهرجان إمدغساً سينمائي بسينماتيك مدينة الأوراس والذي عرف مشاركة 26 فيلماً روائياً قصيراً وحضور نخبة من الفنانين الجزائريين من بينهم الفنان القدير سالح أغروت تليها الطبعة السادسة لأيام المونودراما الإفريقية بمدينة الأغواط والتي عرفت مشاركة خمسة عروض في المنافسة من هيدة بلدان على غرار الجمهورية العربية الصحراوية مصر، تونس، وليبيا لتعود الحياة إلى ركح المسرح حيث تم عرض مسرحية جي بي اس للجمهور للمخرج محمد شرشال المسرحية سابقاً هوا أنحازت على جائزة أحسن عرض عربي بمهرجان المسرح العربية بعمان وكذلك جائزة أحسن إخراج بأيام قرطاج المسرحية سنة عرفت عودة المهرجان الدولي للشريط المرسوم فيبدا ببهوي رياضي الفتح بعد سنتين من الغياب بسبب الجائحة الصحية والذي عرف حضور دولة تولوس الشقيقة ضيف شرف كما أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن عودة الحادث الثقافي إلى قصر المعارض معرض الكتاب دولي سيلا بداية من شهر مارس المقبل ترجمة نانسي قنقر